اشتركوا في القناة وصراعات اجيال وفيه اشياء رهيبة كتير هنحكي قصص كتير كمان بالخصوص في هاي الحلقة هنحكي يعني هو في شوية لاج فيها لانه هنحكي عن فترة او عن جيل عاش الحياة الكلاسيكية وعاش ما بعد الكلاسيك اللي هو حياة الحداثة والموضوع شوية هيك ايوة قدمني كمانا اكتر انا ما اجلس كبيرا بالعمر اكتر العمر الرقم ايوة طبعا يعني احنا قلنا منحكي العمر الرقم ومحامو سامي بيحكي انتقلات وصراعات وفي عنده لاك سامي مش مش اكتر فاليوم احنا موضوع حلقتنا وموضوع نقاشنا لليوم حول صراع الاجيال او عن الاجيال بحضلاتها اليوم هنبلش من جيل السبعينات بعدها هنتقل للتمانين بعدها في حلقات سابقة هنستكمل مع التسعين وجيل الالفين ممتاز فاحنا اليوم هنبلش مع جيل الطيبين جيل السبعين انا بحب اسميهم جيل لزيزين رائعين مش عارف ليش بس بحس يعني انه ما جينا قبل العشقة احنا والخربة ضلنتوا عصر التغير السريع مش بس زيك يعني انتو جيتوا في الحياة اللي خليني اقول لك شوية بطيئة ولزيزة وعايشين في الحياة بعدين شاقلبات اللي بتمشي بسرعة جنانية فبشوف انه عظيم انه نحكي عن هاي الفترة عظيم انه جيد يعني انه احنا معنا اليوم استاذ محمد واحنا ما كناش عايشين هديك الفترة وانه هو جايين نحكي عن هديك الفترة وانه كيف كانت الحياة وكيف احنا بس كنا احنا بنسمع عنها احنا بس مثلا من مانتي من بابا من هذا نسمع انه كنا والله احنا ايام زمان نعمل انتو جيل مش فاهمة من وين جايبينه انتو احنا هذا على ايامنا ما كانش واحنا احنا نواكب هو صراع الاجيال يعني منذ الازل مش من اليوم وكل جيل بيعتقد انه هو متفرد بمميزاته وباشياءه ولكن هذا مش صحيح يعني كل جيل عنده تحديات وعنده اشكالياته صحيح وعنده الاشياء الايجابيه اللي عايشها ولكن انه ما يميز الاجيال الحديثة والتسعينات والالفنات والجيل الجديد انه في عصر السرعة والتغير الدائم وهو مهيئ ومبني على ذلك يعني قادر لا استيعاب كافة التغيرات بهذا الامر صحيح بالعودة بسؤالك للسبينات والثمينينات هو لأنه كنا في رتم محدد في نمطيه للحياة بنعيش ايامنا متكررة بنظام خفيف يعني ما في تعقيدات كثيرة الاشياءنا بسيطة العابنا بسيطة كنا بنصنحها بيدينا بعد الاحيان بمناسبة شهر رمضان كل عام وانتو بخير جانيه وانتو بخير جانيه كنا فواليسنا بنصنحها بيدينا من علاب الكولة ونخزقها بالمصمار ونحط الشمعة ونشتغلها اليوم لا انت لازم يجيب لابنك والاجيال الجديدة الفنوس المصنع بالصين وبيعطله بعد اسبوع وبرجع بيحراده وبترجع بتجيب له كمان واحد وبصير مسالك انت ممكن كان انه لعبتك تصنحها بيدك وتظلها عندك سنوات يعني معتز فيها ومحفظ فيها هذه فروقات مع الزمن والتغير بهذا الامر يعني حداث جمه كتير بالسبعينات والثمانينات زيما نتكلم رتم محدد كانت الحياة بسيطة الى حد ما صحيح بالمدرسة كلنا بنشبه بعض تقريبا ما فيه فرقات كتير كبيرة مثل اليوم موجودة بين كلنا بالمدارس بيوتنا وعائلاتنا بتشبه بعض الى حد ما بشكل كبير هناك فيه تباين اليوم بين الأخوة يعني اتنين أخوة اليوم تلاقي فيه تباين بالظروف تلاقي هاي عائلة عايشة بظروف محددة وهي ظروف محددة نتيجة اختلافات وقضايا محددة زمان لا كان المجتمع اغلبه بشبه بعضه نادرا الفروقات بالسابينات والثمانينات كان بيجمعنا اذا من كل عشرين تلاتين بيت بتجي التليفون التليفون هذا موجود مع كل الناس كل ابنائهم المغتبربين بيكلموا البيت اللي فيه التليفون بالله بديها تصل كمان مساعد بلغوا امي وابويا واخويا بدي اجي بديها تصل اكلمهم بهيك طريقة والناس على حال رحبوا السعب تستقبلها وتعمل قهوة ومبسوطة انه هي عندها تليفون وانه بتلمي الناس بتشركك الحديث لرحظة اه بتشركك الحديث وامان طلعت سلمي عليك وهو ايش عامل في الطب في روسيا في التحاد السوفيتي سابقا بهذه الأشياء وهذه البساطة كانت الناس عايشة بالانتقال لوسائل الترفيه الالعاب بسيطة صحيح الطفل اللي فينا او الولاد الحارة اللي صاحب الكورة صاحب ممتلك الدنيا كلها في امتكب بتحكم بتفاصيل الكوكب كله لانه هو بحد من بدي يلعب من بديش يلعب ومتى بدي نبدأ نلعب ومتى ما بدناش نلعب والشياء كثيرة بهذا الامر وكانت الحواديتنا وتفاصيلنا بسيطة وخلافاتنا بسيطة الى حد ما بطبيعة انه الحياة كانت بسيطة حتى وسائل النقل والمواصلات كانت بسيطة نوع سيارات محاولة محددة بغزة بتتكلم عن البيجو برايفت اللي هو الاربعمائة واربعة اذا كانت هي بنفس النوعية بيجو كانت ستيشن او تندر بهيك التفاصيل انها من حالي فاهمة المصطرحات اللي حترتك هذه انواح سيارات كانت سابقة ممكن تطلعها من الصور بعض حبيبات منها يعني الظروفات صدفت حبة مصورتها مباشرة شفت بيج هنا بتل الهواء كانت وصيارة يعني شادح على كتير بتاخدك الايام الطفولة بترجعك مباشرة صورتها صارت انتيكة انتيكة تمشي في شوارك طغز بالزبط كانت الحياة بتشبه بعضها وما فيها التعقيدات والاختلافات والتباييونات اللي موجودة اليوم بمجتمعنا وكانت الناس الى حد ما بتجمعها فرحة صغيرة كانت الافراح كتير تحضير ومتأجل افراح لحتى انه احد الاعمام او احد الاقارب انحبس في امتيكة الفرح كان بعم الحارة كلها العزة كان كتير بتأثر الناس بالوفاة بذكر وانا طفل جاري اللي من عمري جده توفى سنة ما فتحوا التلفزيون ما عن شابك بالحيط سنة كاملة كتير كانتهيف تكتب تجيك تسأله تقول له احضرت مسلسل منnia وانا العليonentsamento الأردني منان insane羅ان بذكر ممتوه deren الحارة قعمت على الاجتماع ايضغط ما فينشاغل تلفزيون كانت الناس بتحزن عن جد ولما بتفرح بتفرح عن جد يعني من قلبها كل الحارة كل الأقارب بنجمعه الكل بشارك كانت الحياة أبسط يعني كان فيني إذا في العائلة بدأت زوج ابنها شو لديتها ندهن الغرفة إحدى الغرف نفضيها والحارة تعرف لحالهم حيسعدوك مباشرة مدام بلشنا ندهن بالبيت فيمتوا كيف مين كت زوجه في غرفة هي بنفضيها بندهنها طقم النوم رسوم أو المهر إشي بسيط وزوج والأمور كلها بسيطة والناس بتتعاون بذكري يعني في إحدى العائلات بالتمانينات كانوا أقاربهم من السبع وصار عندهم فرح مع ساعات المساء والسامر والاحتفالات بلشوا الناس من السبع بيجوا أقاربهم وكل واحد حاضر على السريع صفه خشب سريعا وصارت في حظيرة كل واحد جاي كبش معه أو خروف وتفاصيل بيحضر معه هديته بهذا الأمر وكله مع ساعات المساء وعشاء الضيوف ببلش ودبح وطبخ تطبخ الناس بالأفرح موجود ببيتهم يعني بالمكان بالحارة ما فيه صلاة أفرح وإذا فيه كان سطح إذا فيه كان بيط بطون في المنطقة ممكن نقيم عليه صوان فوق ويقام عليه الفرح كانت الأفرح مشتركة بيدخلوا الرجال والنساء في آنذاك كان موجود العويدة بيسموهم والفرقات المسيقية كان فيه الراقصات موجودين بيحضروا للأفرح كمان نعم كانت موجودة هاي عندنا موجودة والناس بتفرح والكل بيشترك بهذا الأشياء وكانت الناس أكثر طيبة وأكثر قربا من بعض بيغض النظر اليوم يعني بيجوز كتير فيه حساسية اليوم تجد ممكن أفرح تتعطل وتخرب الفرح لأنه فيه بنعم العروسة فات بالغلط أعباب الصالح زمان كانوا سكان الحرة نحضر الفرح نفوت أكيد أصلا أنه يعني هالجيت للإخوة بتلاقي فيه بينهم تباين وأنا بعتقد أنه النموذج يعني النموذج اللي رسمتنا إياه يعمم على المنطقة العربية نسك يعني أو خليني أقول لك يعمم على العالم لأنه الناس في هذه الفترة كانت بسيطة يعني مش زي هالجيت هالجيت المواضيع تستهيها غريق يعني وقت أكتر كل إشي يعني كل إشي مش صح محسوا بالنسبة لأنه لفترة كانت الحياة أبسط بكتير الحياة كانت بسيطة يا سامي وكان أكثر شيء ممكن تقنبك فيه لعدم نجاحك أو فشلك أنه شوفي بن خالتك سامي شمت كيف ياما والله ما شاء الله عليه أنت بالمرة مش نافع اليوم مش عندي سامي كل العالم وكل جيلي هو ابن خالتي سامي أنا مطلوب مني أنافسه عملية الانفتاح والتطور الثقافي ورؤية الناس الناس كانت زمان رادية بحياتها بسيطة هاي حياتنا كلنا بنشبه بعض اليوم لما هي بتجد على السوشيال ميديا والوسائل النقل كلها هي الموجودة وبتشوف حياة الأمريكي وبتشوف حياة الأوروبي وبتشوف حياة العربي في بعض مناطق وبصير عند الناس جزء من الرأس مالية والثقافة الاستهلاكية كلنا بنصير أوروبيين وأمريكان وبطبيعة حياتهم وبنمطهم وبنصرفاتهم باستهلاكهم للحياة بوسائل الحياة وهان مشكلة سابقا قلت لك أقصى شيء إما كدقارنك فيه سامي بن خالتك ما شاء الله عليه نضيفه مرتب ومؤدب الأول عصب جرت تتعلم منه اليوم انت لقى مطلوب منك تتعلم من كل الكوكب وبدك تنافس كل الكوكب وهذه نظرة قاصرة للحياة غير هيك يعني بتجد أنه الأجيال الحديثة بيقع عليها كاهلها أشياء كثير من النقاط لحتى يحصل على السعادة وفجوة كبيرة لأنه يصل لتحقيق هذه الأهداف الحياة للسعادة بتحتاج بساطة وتحتاج رضا بسيط في متكيف ورضا بالواقع لأنه كمان المجتمعات المعقدة لديها كمان إشكالياتها وأمراضها النفسية وتفاصيل حياة معقدة كل إنسان وخلقنا الإنسان في كبد كل إنسان ولديه تحدياته ولديه إشكاليات وهذه نقطة الناس مش مستدركها بالزمن هذا وما بتعرف قيمة الفرح وما بتعرف قيمة لحظة السعادة صحيح وبتحتقد أنه الزمن والعمر رح ينتظرها كثيرا وبنأجل الفرحة لما يصير معنا ما بعرف شو وبنأجل الفرحة لما سامي يتخرج لا يا سيدي الفرحة والسعادة ورحت البال متى حضرة تعيشها وتعايش معها بزرور كل التعقيدات الحياة بالحياة الحديثة وضعت كمان قيود وكبلت الإنسان في العصر الحديث أحكيها في المصطلح تبعنا هو اللايف ستايل اللي فرضها علينا المجتمع والأشياء الزايدة اللي تفرضت يعني فرق زي ما حضرتك حكيت الفرق مثلا نجي للسبعين والثمانين عن فرق مثلا الأعراس نجي نشوف كيف كان العرس زمان وكيف العرس هلقات هلأ العرس ما شاء الله بديش أحكي شو بيحتاج تكاليف وشو الأشياء الخيالية اللي بتحتاجها فأنه يعني إحنا فرضنا على أنفسنا لايف ستايل معين جيل الشباب اليوم أو جيل زي ما حضرتك حكيت برضو أنه بتطلعوا على ناس تانية مجتمعات تانية ثقافات تانية وبدهم يصيروا تبقوها عندنا هانا ويزيدوا التعقيدات هذه كاملة ما بيخدوش الإشي بالبساطة ياسمين ما بدي روح بالفرح وتعقيدات والحسنين زعلوا مني الشباب والصبايا تحديدا في هذا النقطة ولكن نعود لرمضان رمضان حكالك قزمتنا برمضان بالعالم القديم كان أنه ضدك توفر الوجبات لصحور والوجبات في شكل أساسي وبسيط قال بجبنة صفرة شوية جمردين شوية تمر أو ما تمر ودبس والأشياء هاي في انتي كيف الأطفال بصنعوا ألعابهم بهذا الأمر اليوم ابنك إذا ما جبت زينة البيت لرمضان بحسسك أنه ربنا مش هيحسب لك حسناتك أنت رمضان ما عد عليك تعقيدات شوفي لوين لأصغر التفاصيل والناس كلها أصبحت مختنعة حتى الأجيال الكبيرة يعني حتى لو بتلاقي والدتك بتقولك أنت ما جبتش زينة رمضان يا رجل ويما طمقتش استحدثنا ما احنا ملناش خمس عشر اثنين استعدتنا ما كنا طوال عمر ما بنصوم كنا بنصوم غلط يعني من غير زينة رمضان في انتي كيف هي طبيعة وعادات واحتياجات وفاصيل الناس اللي انتي تحدثتها أنه الحداثة والناس بتلاحق التفاصيل هاي بدون النظر ما هي احتياجاتي أنا ككائن أو كفرد أو كأسرة بغض النظر عن احتياجات الناس الناس احتياجاتها مختلفة وفيه ناس بتشعر أنه ما بتدخل الفرحة إلا بهزيني اللي حضرت وفيه ناس بتقولك لا أنه وصلنا لرمضان سلمين غنمين وأنه ربنا بلغنا رمضان وكلنا بخير قدرين على أنه احنا نصر نفسنا نتعايش نقضي حاجاتنا الأساسية أنه هذه أكبر سعادة وأكبر كرم أنه لحقنا حسنات رمضان وتفاصيل وعبادات رمضان بهذا الاتجاه فالناس مش قادر أتميز وتخلق تباين وخصوصيات وأماط لذاتها ما بين هذا البلد بالإضافة أنه المجتمع أصبح ضاغط يعني أنه مشكلة واهو جيت عليكي مش جايبين زينة رمضان؟ يا ستي مش زينة رمضان؟ شجرة عيد الميلاد؟ أنتو مش جايبين هاي ليش؟ قصة سجرة عيد الميلاد هاي في مرحلة من المرحلة يا جماعة إيش إيش قصة يعني ليه ليه لاجه كل راسة أنا أجيب سجرة عيد الميلاد مع أنه أنا مش من الشخصيات يعني أوكي كل واحد حر في معتقداته وأراءه وهذا صحيح وأشغالنا يتطلب مننا أمرها لأنه ضلنا صهرانين على شغلنا وهيك مش قصة أن أنا أضل بس أنا وحن نحكي في اليوم هذا هي سيدة منتظمة بطرع مواعيد العمل ومنتظمة بحياتها مش زيك تفلت منك الأمور للخمسة الصباح مش زيك بتتأخذ والله إحنا مش هنقلبها حالها بتبت وشكل عام يعني أنت حكيت في جزئية كتير مهمة موضوع الهتياجات أصلاً احتياجات الجيد السابق كانت خليني نحكي محددة ومعروفة بالنسبة للشخص إحنا في الوقت الحالي يمكن اللي بقعد على مواقع التواصل الاجتماعي بدخل عراسه مليون وظيفة في الثانية فهو هان بصير عنده لك أنه أنا بل أسير رجل أعمال بس أنا بدرس حقوق بس هحول التكنولوجيا حوار يعني ما أملوش أي لزوم لواحد مفترض عارف إيش بده لا ننكر أنه فيه نماذج أنا من بين الشباب اللي بعرفهم عارفين إيش بدهم تمام لدرجة أنه صحيح بدر فيهم مثل صحيح الصديقة مواليد تسعة وتسعين عارفة إيش بدها قلت بتاخد ماجستير في معهد دوحة في قطر أخدت منها ووصلها لهاي المرحلة أنه هي عارفة إيش بدها وشتغلت عجب الهي لكن هل هذا النموذج وعمم يعني بالضرورة لا ليش؟ لأنه يعني هي من بين كل اللي بعرفهم اللي عارفة إيش بدها مية في المية بنروح لجزئية أنه قبل كان سامي سباك فابنه خلاص بالضرورة سباك صحيح بالضرورة برضو بيطلع لك اللي هو الشخص اللي فكر خارج إطار المهنة العائلية وهان خلينا أحكي أنه هان بيدي جزء يعني من نقاهة للعقل أنه أنا عارف إيش بدي هين اشتغلت اللي بديها تمام وعيش حياتي البسيطة خلينا نرجع لموضوع البساطة لقيت الحياة كتير مكلفة ومتكلفة كمان صحيح هو الزرمة هذا كان زي ما انت حكيت بقلبة الكولة يعمل الفنوس والأمور مرس مبسوطين مبسوطين جدا أقول لك شغلة لفل المقارنات كان سابقا أعتقد يعني أنا برضو بديش أفتي في الجيل لأنه أنا صراحة ومت بتحكي أنا مستمدة جدا وحاس فالي بعيش فلفل المقارنات أنه فنوسي أحلى من فنوسك اللي هو كل هاملين فوانيس من جنيت الكولة نفسها طبعا فيه فنان ما ينطعجش معه فيه بطعج طبعا عندك الفنوس الكبير الفنوس الزغير والحوارات ضخمة خيارات كبيرة كتيرة بتتوه الإنسان خلينا نتكلم تعددات الخيارات والحياة مفتوحة وهذا جيدا يعني مش ضروري أنا ابن السباك أطلع سباك اليوم الحياة الحديثة وفرت لي صبل جدد جديدة وممكن أشكل نجاحات ونجاحات شخصية تصنع مجد للعائلة ككل مش لإلي شخصية فهمت كيف هذا جيدا مش خطأ لكن أنا سابقا أزمة معلومة ما عندي معلومة أتلصص جلسة الكبار وستقرب منهم عشان أنا أسمع قصصهم تمام سواء أنا أيام لبلاد قصص الشغل قصص صفرهم قصص حياتهم مشاكلهم أتلصص بدي أتعلم بهذا الأمر وأحيانا يتنبهولي لأن طفلهم قاعدنا هانهو إيش مقاعدك هنجوم اجري فالجوم ترجع تتلصص من قرب اليوم أنت بالجلة جديدة تترجع تعود يا بابا عم سامي تفضل بس بكبير وبيسلم على عم سامي وهلا وسهلا وبيجي شارد ما بديو إياك ولا بديو يسمع منك فهمت كيف وبيسمع من السوشيال ميديو عنده كل المعلومات حجم المعلومات اللي أنت عرفتها بسن العشرين من جيلنا فهمت كيف وقدري تحصل عليها 8 سنوات و 7 سنوات سواء معلومات محظورة لها السن أو مش محظورة بيقضى النظر فهمت كيف فهم ما عد باحتياجك بهذا الأمر دعنا نتكلم أنه كمان الكبار أو المنظومة فشلت في جذب الأجيال الجديدة وتحديد أنها مسارات يعني ما في عندنا توجهات للي عنده فرط حركة زائدة ناخده للتربية البدنية وتربية رياضية وخراج أجيال في هذا الجانب ما عندنا اللي بديو حتى اللي بديو لعب كورة أبسط لعبة لأكثر شهرة بالعالم في كورة قدم بدو يروح بدو يدفع خمسين شكل ومئة شكل عشان يلحقوا بالنادي وبالنادي الخاص هذا عشان يلحقوا وزمان كانت ما فيش عندنا كورة وحط حجرين ولعب بالشارع ظلك لعب اليوم ضراب أصلاً ما فيش سيارات كانت ضراب يوم كل ستة شهر وتسعة الشهر هذول ضراب شهري ضراب شامل بيسموه بالانتفاضة الأولى كل ستة وتسعة الشهر لابنروح مدارس لابتفتح المحلات لابتمشي سيارات بالشارع فهمتوا كيف يعني انت يوم الإضراب مأجز ما فيش محلات ولا أسواق ولا بدك تروح والسيارات مضربة ممنوع تتحرك فهمتوا كيف فانت تحط الحجرين بالحارة والكورة وضل كل عبطول نهار على الأسفل ما في مشكلة بنص الشارع مخدير راحتكم اليوم الأجيال هاي ما حد حددلها مصارات ما حددلها قنوات ما حد حاول يخلق خطابات ويفهم توجهات وين ميول وياخدهم بالاتجاهات على مستوى على مستوى الأجيال الجديدة وأولادك اليوم بتحاول انت تروح بدك تعلمهم مثلا رياضة بتروح بتحطهم بالرياضة والاتنين مجبرين حطوا واحد بميوله بتنجح أو التاني بيقول لك فكني بعد مرة مرتين اخسار على مصاريك انا مشتاعك رياضة فكني فمت كيف اه رغم انك موفر له هذا بخلاف انه في كتير من العائلات الوضع الاقتصادي سيء مش قادر بتلاقي صديقك الاخر المعطل عن العمل بيقول لك ابني دبحني يقول الصيف ويقول بابا بدي سجل كرة قدم والقصة خمسين شكل بس انه يلضحق بالفريق مش قادر صحيح وما عادش المساحة الموجودة بالشارع والمساحة الخضرة ومساحة الفاضية انه الاطفال يروحوا يلعبوا فيها ما عادت موجودة فمت كيف طبيعة الحياة بحياة سابقا ما كنا وين نادر لما تعيش تلاقي بناي من طبقين تلات طوابق اليوم كلنا عشرين قابق وفيها خمسين شقة وكله عايش بكانتونات فيه انعكاس نفسي وسيكولوجي على الحياة واحد انفتح وجهه للسماء مباشرة فيه مساحة يجري بروح ببصل اخر الشارع مسافة طويلة وبرجع اليوم الاجيال بتقوله من الطبق التاني بس انزل من الدكان اللي تحت البناية بقولك تعبا ايو اختلافات وتفاصيل ترعى الاجيال وترعى التحولات والتغيرات وتحاول تحطوا في قنوات ما تسيبوا تاية لانه اليوم الصبح بدو يلعب كورة وبكرة بدو يصير موسيقار وبعده بدو يصير طبيب وبعده بدو يصير بدوش ولا حاجة ولا بدو يصحاب والليوم بدو يطلع مع كل اصحاب وبدوش يدخل البيت وتاني يوم بتقوله روح اطلع برا البيت اختلافات وتقلبات وغير واضحة الوجهة والرؤية وين رايح هان هذا هو فشل منظومة وفشل المسؤولين عن البلد والنظام السياسي والنظام الاجتماعي عدم حالة الوعي عدم استيعاب الكبار حتى العائلات عدم استيعاب حالة التحولات والتفاولات والأفكار ما بيعرف اللي ينقد هو انتو شكنتوا وانتو اش صرتوا هو ايامنا ومش ايامنا يا سيدي علينا وراسي ايامك بس ايامك انجضت وحنا أولاد اليوم الحديث في الماضي ما حيفيد إلا على سبيل الاتعاب منه فقط لما انت منش حينعاد الماضي ما حينعاد هو اذا بدك تسمعني من الماضي على اساس التعاب والاتعاب بدك توفر لي صبل صبل وتقول لي واحد اثنين ثلاثة ما تضلك وتقول لي انت سويت كذا وكذا وكذا حاضر ايش اللي بدك اياه مني دك تقول لي شو ما تضلك تنتقدني انت عملت وصوت انا مش مستوع مستوعب نقدك بس مستوعب شو بدي اعمل وين دور المنظومة الابوية المدرسية كان مدير المدرسة سابقا قائد قائد وطني قائد وطني قائد كبير مدير المدرسة والاستاذ وكان الاستاذ بالحكومة وبالوكالة وكلا قائد وطني بيشرق بيحكي عن القضية اليوم بجلسة عائلية بتقابل المدرس بتقول له احترام الشديد للمدرسين وفيه منهم نابغين وكل احترام لقيلهم جميعا بس كتير من الفئة ما تلاقي بتاخدوا رأيه بقضية مجتمعية صغيرة بقول لك والله ما مش كتير مش كتير شو يا اخي انت مؤثر بالأجيال انت بتطلق انت مسؤول عن الشعب القادم بعد عشر سنوات عشرين سنة هنتقاعد احنا وحنروح اللي ربنا بمد بعمره لكن هذو هم نخبة المجتمع هم اللي حيقودوا المجتمع هم اللي حيرعونا في كبرنا صحيح ماذا عديت فيهم عشان يرعوك لما في كبرك بزر طب اذا انت ما عديتش وعملت حيهم لك وحتصفي قضية كبار سن وقضية اطفال وقضية مرأة ونعيد نفس الحالة نتيجة فشل المنظمة ككل صحيح الفشل هذا مسؤولين عنه جميعا ولا ننكر حالة الاحتلال اللي مسؤول عن افشال اي تجمع اي تشكيل منظم للفلسطينيين بهذا الاتجاه ودائما على ضرب تنظيمنا هو لانه بستهدف تواجدنا بهذا المنطقة ولكن مطلوب مننا كاجيال جديدة وكشباب وكشباب مبدع منكم زي ما اليوم بتبادروا اتصلتوا الضوء على هذه القضايا تحاولوا اذا ما في منظومة تحاولوا تقدموا استجابات في حلقة اخرى تستضيفوا طفل شكل او واعد او من اليافعين فيمتوا كيف تحكوا معهم عن هال المشكلات شو ممكن في صبل نتكلم زي ما كانت عنا وسائل اكثر يعني كانت نتكلم عن مؤسس التامر واليارعات وكتاب اقدبي موجودة مساحات مساحات بالشارع موجودة جمعية الشبان المساحية من الاشياء الذاكرة موجودة بخلد نحنا كشباب من اوائل المؤسسات تتكلمي كانت في مساحات وفي ادوات الى حد ما رغم قلت قلتها لكن انت منظم يعني انت بتتمنى الفرصة انت عارف وين بدك بس تتمنى الفرصة تلتحق اليوم كل الفرص اغلبها موجودة في مساحات محددة ومش انت مش قادر تختار او هي معدومة تمام وبتحتاج مستوى اقتصادي عالي وانت وضعك الاقتصادي مش قادر تلبي هاي اشكاليات متولدة مع الشياء صراحة هاي المشاكل صراحة بتدايك عشان نكون واضحين يعني انه كيف وصلنا لهاي المرحلة مفترض يعني نطوع كل كل العوامل اللي اثرت وخلتنا نوصل لهايدي الحداثة نطوعها بحيث انه نخرج جيل اكتر انتاج اكتر فعالية بدي ارجع خطوة ذكرت انت موضوع انه نحط حجرين نلعب في الحارة حتى مفهوم الحارة في الوقت الحالي مش موجود يعني انا خليني ارجع بالزمان ويمكن عيط وانا بحكي اه لا احنا كان بيتنا يطل على شرفة او على خلينا نسميها حكورة مزروعة فيها حاجة عظيمة وكنت عايش في حارة كتير عظيمة لا انا مش ححكي عن حالي ححكي عن ايش اللي كان يصير انا كنت اصحى الصبل وكانت كل الحارة تكون صحية من بدري من بدري كتير فلاقينا على طول مزلت على الحكورة وجعدت تقلعب بدج الباب بفتح مناش اتجارتنا الله يعطيها الصحة تدخل علينا بالورد الجوري وين ماما يا حبيبي هايها جوا نلتو جوا دو يجوا دو وجهوت الصباح مع صوت فيروز يعني اقول لك شغل كل ما تذكر حالي وانا جاعد في الحكورة في الباكتجراوند صوت فيروز وخرريف ستات الحارة عنا في البيت بصيبني هيك نوع من الحنين خلينا اقول لك مش بس حنين لهذه الفترة حنين لا لا طبيعة الحياة البسيطة انه خلينا احكي عن بسط الحياة اللي كان هم فيها لانه طبيعة الحياة اللي هم وصلوا مرحلة انه اتجوزوا وخلقوا ومش اعلم انا هكون طفلي يعني لو بدها تيجي تحسبها حكبر وطبيعي انه الامور تزداد تعقيدا بس انا رما بقول لك قديش كم لازين وقديش كنا ننبسط يعني على هاي الجلسات اللي بيحكي عنها سامي احنا حاليا نكتين مفتقدينها ما فيشي هذا انه احكم منحب الاسكادينيا مع ورد جوري والورد الجوري وفيروس بالباكي جراون هذا يعني انا بتذكر اخر مرة يعني مش سمعت فيها يعني واحنا صغار كانوا يسعى هاد المواقف اللي سامي بحكي هلأ فيشي هلأ انا يا دوبي اصحى شغلي دراستي اجي عن البيت احكي خلاص انا ما فيش الحياة انه نروح ونيجوا والجراتيجوا ونتجمع وكلنا هاي هاي حاليا كتير مفتقدينها وكمان بالعودة لمفهوم الحارة صحيح انا بحب احكي مفهوم الحارة لحيومه يحمل كثير من المعاني فيش حد في الحارة كان عندنا اشترى اللمون لانه في عندنا شجرة لمون بعلي بكل بساطة تيك تيك ايوه اللمون والنعنع والرحان للبامية قصة الرحان هاي للبامية هاي لحال اللي عنده رحانة ايوه رحانة وطبعا عشان حقورة كنا كانت والدة الله يعطيها الصحة تزرع فتلاقيها زارعة مرة ملوخية فلا احنا ناكل ملوخية لا كل الحارة صحيح تمام وفيش ليلة تخلوا من سطة صحيح الستات بياخدوا بعض عند دار جراننا بالصدر والرجال بياخدوا بعض عند دار سالم بياخدوا خود معلم قعد احنا كنا صغر ونتفتفت في الشوارع تطلع هان عند خربيف ستات وعند خربيف رجال الحياة لذيذة والناس يعني طبيعة التعقيد الحياة ما كان وصل لها الدرجة سامي في كيف اليوم على الإنسان في العصر الحديث سواء من أجل سابقة أو حتى طفل كطفل يعني حتى بنظرتك وتعمقوا للأطفال بتحسهم أنه بيحملوا هموم أكبر منهم تعقيد الحياة هي الحياة تزداد تعقيدا بشكل أكبر والنظرة اللي حكيت لك إياها سابقا هو أنت بتنافس بس ابن خالتك و جاركم في متكيف اليوم مطلوب منك بتنافس كل سكان الكرة الأرضية الثمانية مليار وهذا صعب الصباق يعني أنت في صباق جري كمثال وبتسابق خمسة ستة ولا بتسابق خمسة مليون فمت كيف لا خمسة ستة أنا بحدد مستوياتهم أنا بقدر أجيب التاني التالت بلعب على استجراجية كذا كذا ممكن أحقق أشياء محددة يترضيني يترضي طموحي اليوم الحياة مفتوحة وشو محققت سوف يظل النظرة لا أنت محتاج مزيد من هذا الأمر صحيح بالإنسان بالعصر الحديث هي إشكالية بتواجه كل المجتمعات مش مجتمعنا لحالنا كل العالم كانت التعقيدات الحياة بسيطة جدا فكان إذا أمنها الإنسان خلاص باله هني ورايك فعنده استعداد وقت فراغ مساحة عالية أروح أشرب كاسة شاي مع سامي أو مع جارتي مع سامي أو أي إن كان اليوم الإنسان أنجز كل الأشياء هادي ولسه بفكر بالنظرة المستقبل بقرة وهم بقرة وهم ابنه اللي جاي جاية بكبر ويقول لك يا بدا روح أحكي مع سامي شو بدي أحكي مع سامي بيشكيلي من البلد وأنا أشكيله من البلد ونوالو لبعض أما أنا أعرف إيش وضعه أخلينا وضعه بسألك كيف حالك اليوم ونا فهم الجواب عارفه كيف ملوش لزوم للجواب أو بل بعض الناس صار متعب لهم كيف حالك السؤال كيف حالك صار متعب بالنسبة لهم هذه التعقيدات الإنسان في العصر الحديث حنينك للطفولة وحديثك عن الطفولة هو شأن كل الأجيال وشأن الإنسان نفسه دائما يحن إلى طفولته غنب بالضبط أنا قبل محضر اللقاء هذا كنت التقيت مع رجل عايش كان بالخليج ومن ثم انتقل لكندا إلو خمسين سنة بره البلد أمره 73 سنة خمسين سنة وجاي يعني الزيارة على البلد يخلص شوي أشياء كل حديثه معاه وأنا جاعد بحكي بحكي لي أبوه هو عمره 73 سنة ووالده توفى من سنوات طويلة وجده والبحر بروعه على البحر فبتذكره وبتخيل أنه أبوه موجود فالإنسان هو بطبيعته الحنين فيمت كيف ما بيقول لك إنه لو الإنسان ما ماتش من المرض أو بما معناه أو من شيء هو سيموت من الحنين فيمت كيف إنه أنت تمك تبعد عن منبتك الأصلي والأساسي مولدك أو أشيائك الأساسية وتمك ترتقي 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 حتى مع الزمن بسنوات متقدمة في العقد الخامس والسادس ستفتقد هذه الأشياء وتمها تقل اهتماماتك بالحياة بالنهاية لو ما موتت من شيء أو انتهت حياتك من سبب ما ستموت من الحنين للماضي لأنه مضاله يختفي بريق الشاي اللي في الزمنات اللي كانت بتحنه اختفى وجيرانك يختفوا والوردات والشجرة اللمون اختفت وهكذا الأشياء مع مدار الزمن ستبقى تختفي في متكف من الأشياء باللقاءات هاي بعد زمنات في متكف الطاولة هاي ستحنلها وتصبح من الذكرة فهي طبيعة البشر بهذا الأمر القضية القضية إنه الإنسان قدش قادر على استيعاب هذا التغيرات هي اللي بنتكلم عنه الخصوصية الثقافية للمجتمعات لحتى تكون تحرص وتحصن نفسها من الاختراقة لأنه عملية إنه يكون المجتمع منفتح تماما والتداخل الأفكار والأفكار الاستهلاكية والتنافسية اللي أحيانا مش مش أخلاقية واللي الابتعاد عن القيم والمبادئ والأخلاق اللي بتتعلق بقيم السوق والمصلحة الجار زيما كان جارك صعب يغشك اليوم أخوك بغشك وطبيعي في السياق طبيعي بالسبعينات والثمينات بالعودة كان سابقا حتى لو الأهل اختلفوا على ميراث محدد استحالة حد يدرى فيهم وإذا كانت بتصير حادثة وحدة بالمحافظة كل المحافظة أو سكان المدينة بيحكوا إنه سامي ومحمد لإخوة اختلفوا على الغرفتين اللي أبوهم سابهم اليوم من الطبيعي أقلف معاك على حاجة تفهى وأخويا واروح أرفعليك قضية ولا حد هيحكي هاي هاي الأشياء اللي جاعدة بتتغير بالتفصيل بالمجتمع والأمر للأسف إنه إحنا بمجتمع له قادر نصنف حالنا مجتمع قبلي قديم ونرى أن نحن دولة مدنية نحن ما بين وبين في مرحلة التحول أصلا عمرنا في نظام الحكم كام تلاتين سنة من الثلاتة وتسعين لليوم في مرحلة تلاتين سنة المجتمعات والدول عمرها تلاتمئة سنة و400 سنة فيمت كيف بالتراكمية وبالصوابق القضائية بالتجربة الإنسانية صار عندها نموذج قادرة على تطبيقه بالتكرار والتجربة الطويلة هاي نحن وما عاصلنا في محاولة المحاولة والخطأ باللوائح بالأنظمة التربوية عندنا محاولة وخطأ فيمت كيف بعد كورونا خرجنا من كورونا والأطفال تدمروا على مستوى التدريس لمدة عامين ورحنا اختلقنا نظام جديد مدرسة نموذج طبقت عليها العام هذا أخذت عدة فصول من المحافظات وطبقت عليها عندنا مجرد أنه ما في منظومة تحكمنا بيجي محمد اليوم على رأس هالمؤسسة كل صبقين سيئين وما بعرفوا اشتغلوا وبيجي بحط محمد بمسك سنة سنتين خمسة وبروع بيجي سامي مكانه شو هالتخلف هذا اللي كان بتشتغلوا فيها جماعة كب وكله ما حد فينا عنا براكم من التجربة ما حد بطور من الفكرة الانا كتلانة كتير يعني الانا كل واحد شايف حاله كتير أحسن من أخوه حتى وأحسن من أبوه يمكن في بعض اللحظات أحسن من الدنيا كلها كل الأشياء هذه إشكاليات بتنخر في المجتمع إشكاليات جمع مسؤول عنها مؤسسات كثيرة وجهات كثيرة العقلاء واضح أنهم قليلين إلى حد ما في هذا البلد وكل واحد فينا بينظر كأنه السفينة قاعدة بتخرب أو بتحرج أو بتغرج وبنط منها بطريقته سواء بتحصينه بتحويش لذاته تمام ونسي أنه هو ابن المجتمع لا يمكن أن تكون سعيدا وسط مجموعة من البؤساء ولا يمكن أن تحمي ابنك من أشرار المجتمع إذا المجتمع شريق مهما كونته ركمة ابنك هيتحرك في دخل المجتمع وإنت حتتحرك في دخل المجتمع إذا المجتمع إذا المجتمع مش آمن لن تشعر بالأمان لن تشعر بالأمان حتى لو أنت بدأ تازل وإنت اللي بتكون تشريه برضو بشكل عام أنت حكيت جزئية كتير مهمة في موضوع أنه إحنا ما عندناش نظام سياسي ماشي صح اللي هو إحنا عندنا بس قادة يعني هو مش عارف هو حاله مختار للدولة ولا هو مش عارف حال رئيس الدولة فهو بين البناء إحنا الحزب الحاكم مش مستدرك هو حاكم ولا معارضة مثلا هو مش قادر يحدد نفسه هو في حزب الحاكم ولا حزب المعارضة وهذا الموضوع بيأخذنا جزئية كتير مهمة وأنا بعتقد أنها لعبة شوية في نسيج المجتمع سابقا كان المختار خلينا نحكي وهلقيت يعني في معارضة كتير كبيرة لفكرة المختار بس خلينا أقول لك سابقا المختار كان يحمل قيمة صح أنه بده يخلي الجران غصبا عنهم يوم الفرح كلهم يفرحوا لواحد ويحل المشكلة في الحال صحيح تمام حاليا المختار أنا بشوفه أنه جاي بس عشان يعارضك أنت عشان معك جوال حديث مثلا أو عشان أنت حملت أفكار غير اللي إحنا حملناها بنرجع لفكرة استعاب التغيرات أنه محدش قادر استعاب مجموعة التغيرات أنت سابقا كان تغيرات بسيطة يعني وحلوة حاليا في اللحظة الوحدة مليون قصة والحياة بتجري تجري كتير سابقا كان أعتقد في مساحة لأنه الشخص يستوعب إش اللي بيصير حبها روجنا فهمنا تمام لكن حاليا أنا صراحة مش من الأشخاص اللي بحب يلقى اللون وبعتبر أنه كل شخص حتى لو أعمل حاجة غلط فيه فيه إش يدفعوا فأنا صح بحكي أنه المخاتير للحظة من اللحظات أحكي عن المخاتير عشان كانت فكرة دارجة سابقا في لحظة من اللحظات مش قادرين يستوعب وكم التغير ابني جاي بحكي لي بده واحد اثنين مثلا ابني جاي بحكي لي بده يدرس إش اللي بحكي فيه هو في نفس اللحظة حفيد ورايح عامل واحد اثنين ترى كتير أمور موضوع استعاب التغيرات كتير مهم واللي كان أخف على الجيد السابق تمام لأنه كان قادر كل هداوة وروال كان جيل بسيط يا سامي كان فيه بساطة فيه براءة فيه طيب ما كانش منفتح لهالدرجة فيش هالتفكير الكتير كبير فيش هالفتحية الكتير في جيل اليوم انت قادر تضحك على حدا من جيل اليوم بصيط منحكوا على بلد بصيبة احنا بنحكي انه جيل زمان يعني احنا نيجي لوالدي والدي يعني انا والدي عمره 66 سنة بسيط ما يجي يعد معايا ويحكي معايا عن زمان ايش كان يعمل ايش يسوي كان انه كلمة اخولي كبير علي فيش زي يعني بابا مش موجود لا اخولي كبير هو اللي كلمته اللي تمشي له وضعه له احترام وخواته وهذا تيجي لفقرة الافراح الفرح هو هو الكوشة هي هي الاضوية هي انا بتذكر لما اتفرج على قلبوم صور زمان الاعراس كيف كانت كان عند ستو عندها قلبوم صور كيف افراح خلاتي وهذا كانوا يحطوا سجادة سجاد ايراني مخصوص يعلقوه على الحيطة ويحطوا حبل البلالين ولا حبل هذا الزين ايو اه احيانا مخصوص وحطوا الزينة هاي كلها طلع في ستو وحكي لها معقول معقول ما كاناش هذا هتحكي لها اه طبعا معقول كرسي الخيرزان المجوز كان بلف في المدينة في كل الافراح خيرزان قديم كان ملفوف بالبلاستيك خفيف صحيح هذا كان كل العقلة معروف مثلا هو عن درشة الجورة كل المنطقة بتشحدوا يوم الفرح اشحدوا من درشة الجورة جيبوا من درشة الجورة كرسي الفرح هدا اللي بلف هو كرسي واحد بس كان فيه نمط محدد العروسة بتغير 12 بدلة بللت الفرح فانت جعت بالفرح وكل نص على العروسة اختفت شمتوا كيف تطلع ببدلة تانية ما بعرف بالبدلة الفلاحة على بدلة حمرة على زرجة على بدلة بدوية ما بعرف يعني بدل وبتغير هو عفاء الزمن هذا من خيرات وانه عفاكم من الجود كله فاحنا عاديين منحكي عن زمن يعني حتى منحكي ببساطة الفرح كيف كان زمان ببساطة الاشياء وبساطة الامكانيات ما كان فيه تكاليف احنا منحكي بس كمان نيجي نحكي بفقرة الاغاني تاعت زمان كيف كان المغنيين كلمات بسيطة لحن حلو تلاقي كل كوف في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا الزمن تغنى نفس الأغنية تلاقي برنامج طلع أيام الأسود والأويد التلفزيون برنامج طلع الناس الدار الفلانية عندهم زي دار شقورة عندكم التلفزيون هذا يجو كل جيران كل العيلة كلها يجو يحضروا على البرنامج المسرحيات المسرحيات مش عارفة يعني أنا مش بتأجدها المسرحيات عادل إمام المسرحيات هاي كبإلها طيب تعقيبا يعني حكيت في جزئية كتير مهمة وصراح حبيت أعقب عليها اللي هو جزئية الأغاني خلينا ننتقل يعني على الجانب الثقافي للجيل أنا بشوف أنه سابقا خلينا نحكي في الثقافي خلينا أحكي عن الكتاب لأنه أنا شخص شوي هل بيطلط خلينا نحكي إنه زمان كانت التجربة هي اللي بتخلي الكاتب كاتب يعني هو بيكتب بناءً على تجربته وبينقل إلنا مجموعة الخبرات اللي بناءً على مسيرته بغض النظر إيش كانت مسيرته ويأت وطلعها كوجبة دسمة صراحة تقرأها بالعودة لنقطة حكيتها يا أبو عبد الله إنه الجيل اليوم جادر يحصل على كمية المعلومات اللي أنت حصلت عليها في عشرين سنة ثمان سنوات لكن إيش الفريق فرج التجربة عشان إيك بتلاقي أنا لأحق أي عمل أدبي صراحة وأنا بقرأ للكل فبشوف إنه الشباب في شباب 22 سنة 23 سنة بيكتب وأنا صراحة بقرأ كلام حلو لكن ما بتحسش فيه الروح روح الشخص اللي جرب وبناءً على مجموعة المعلومات وشوية الاكتئاب اللي تسبب له بسبب يعني خلينا أقول لك مقارنات وطبيعة الحياة وعدم تقبل وعدم إيمانه بغض النظر عن الأسباب اللي أدت بس هو كتب بناءً على شوية معلومات تجربة بسيطة الزمان كان الكاتب يجيب لك وشبة تسمع أنت من أول صفحة توقعد ثواني عشان نستوعب يعني تعود تجرىها مرة تانية تقرأ الكتاب أكثر من مرة وكل مرة بتستفيد من جزئية بنروح على على الأفلام والمسلسلات سابقة الأفلام والمسلسلات سابقة كانت تحمل قيمة وتحمل معنى وهدف وإن كان يوجد هذا الفيلم الشاذ ولا المسلسل الشاذ اللي خرج عن السياق واللي ما استفدناش منه إشي غير بعتلها رسالة بعتلها رسالة من وراء الفكرة هو أنه خرج عن النسق وهذا الطبيعي تمام وهالجهة احنا بنلاقي يعني أنا بلاقوا حقر الأعمال الفنية الموجودة للجهة بس صراحة لا ما بشوفاش على قدر كافي من من رسال رسالة أو إضافة قيمة وبطلع لك في الأيام هاي العمل الشاذ هذا اللي كتير غائع واللي كتير بقدم معنا وبنقل لك حاجة صحيح منها تققيد عن كلامك يا سامي أعتقد الرسوم المتحركة تختلف عن الرسوم المتحركة تلك اليوم يعني أنا يعني السندبات ما وكلي ما وكلي فلونا على أيامي أنا بس بتيجي تشوف الفريق أنا يعني حضرت أشياء معمولة من زمان أجل نقررها هالأيتا يعني فيه فريق زمان فيه رسالة فيه هدف فيه قيمة بتنحط تنعطل للطفل حاليا أنا يعني يعني رجيلي اليوم اللي صغير هل بتبرج على الرسوم المتحركة بقول إيش هذا يعني كمية ما بديش أحيي كمية بيعطو كمية تخلف للطفل أنا أسف هالكلمة أشياء مش منطقية بتخلي يتصور شغلات لدرجة أنه ممكن يصير يعمل ماما صفر شوية هذا الإشي مش غلط قالا بس بنخطك سامي أنه أنت لما بتتكلم على قضية العمق واللي زي ما بقول محمود درويش الطريق للبيت أجمل من البيت هي التجربة هي الطريق بداية الحديث ياسمين حكت لي العمر مجرد رقم كنت بدي أقولها بس توقفت أنه العمر هو تراكم التجارب مش مجرد رقم ولا هي تراكم التجارب عمرك ممكن تكون 8 سنوات وعمرك العقلي 20 بتجاربك اللي مرت فيها بهذا الأمر القضية اللي بدي أصل فيها أنه فقدنا قيمة التجربة وقيمة الطريق وقيمة المحاولة وقيمة الخطأ مهم الخطأ ولا الإنسان بتعلم من خطأ وحيانا أكثر من النجاح وأكثر من الصح بتتعلم من الخطأ اليوم ما في تجارب كثيرة لحتى أنت تختبر نفسك بالصح أو حتى بالخطأ للأجيال الحديثة بهذا الأمر فعمليا سابقا كان الطفل أو الولد من جيلنا بمشي كله وقت عشان يروح المدرسة طبيعي بروح وبيرجع اليوم مسافة قصيرة ما صعب الولد يمشي وبقول لك لا حرام هطلو سيارة هطلو باس أو باس أو اشتاء بالضبط أنت كافر بخلي ابنك يمشي بهذا الشمس يروح على المدرسة حتى المجتمع بأنبك منه أيامنا كانت طبيعي جدا وما كنا نأجي زيام المنخفضات ومع هذا طبيعي في عد كانت الشوارع أسوأ في حالي الكرميد لأصفوفنا بالمدرسية بالسابق بهذا الأمر رغم أنه الظروف كانت أكثر دعوني اليوم بقول لك أنه أمتع مثلا من الحياة اليوم من وجهة نظري الشخصية خليكم سرانة الله يعني أنتو خليني أقول في أنه لما كان الواحد يكتب كان يكتب يقدم حاجة عظيمة لما المغني كان يطلع ويمسك المايك يحترم المايك خليني نحك الممثل بيحترم الكاميرا وكان يوصلوا قيمة بالرغم من أنه الحياة ما كانتش على زق يعني خلينا ما كانش بالرفاية بالرفاية بالضبط مش مستوى الرفاية اللي هالجيب الآن الأمر اللي بدي أنقل فيه أنه كمان أنت بتتكلم عن أنه الأغنية جزء من الموروظ الشعبي للبلد بالضبط بتساهم في التكوين حتى بالأحزاب السياسية جزء من تتبعك للأغنية اللي بتتناول للأحزاب السياسية أحزابنا الفلسطينية تتبعها لا هي مراحل ومحطات وجزء بتقدم المرحلة الموجودة والأهداف اللي جاي القادمة طيب بالانتقال للكرتون الحديث الكرتون الحديث كمان أنه إحنا مش مسؤولين عن إنتاجه يعني قدم مستوى الإنتاج العربي اللي هم من الفقافة المنطقة تلاقيه ما فيش 15% وأحيانا بيخدم على البيئة المحلية المنتجة وتحديدا الخليج اللي بنتج إذا فيه إنتاج أو مصري يعني بعض الإنتاجات البسيطة هو بيخدم على الثقافة المحلية ما فيه ثقافة عربية جامعة بهذا الاتجاب ما ينتجه العالم هو ما المنظومة الرأسمالية والمصرفات لهذا الإنتاجية بتخدم على الإنسان الجديد في العصور القادمة نحن نتكلم عن تحول للذكاء الاصطناعي وعملية تهميش دور الإنسان في كثير من الوظائف في السنوات القادمة فهو يهيئ هذا الأمر يهيئ هذه الأجيال لما هو قادم وعشان تكون جاهزة ما بتقدر أنت تنشئ جيل على مستوى محدد بعدين تقوله لا المستقبل هو هيك وتعمل له قط لا بدك أنت بتجبله جبل من اللحظة الأولى هو لبنة صغيرة لا يتهيئ للمستقبل بهذا الأمر فعمليا هو أنت كمان بدك تتنبه وبدك تفهم تصور للعالم اليوم زمان كانت فيه ثقافات ثقافة عربية تتكلم مغلقة ثقافة أوروبية ثقافة لاتينية ثقافة أفريقية اليوم ما فيش عندك تلاقح وتمازج ما بين الثقافات ومش قادر أنت كله تداخل حتى بمستوى الموسيقى وتحدث لا هو تداخل ما بين الموسيقات عامة مش قادر أنت هي الموسيقى أفريقية ولا أوروبية هي من شرق آسيا ولا من لاتينية الموسيقى هي متداخلة وهذا بيبصلك أنه الإنسان أو الكرة الأرضية والنظام بتتجاه باتجاه أوحد واللي وإن كانت بدت فيه خلافات سياسية هنا أو هناك ولكن لا عملية أنه النظام واحد ومش قادر الإنسان ولا حتى القوة المناوئة للنظام قادرة تخرج منه ولد وعملية تحطيمه محتاج كثير من الخسارات لا أحد عنده استعداد على الكرة الأرضية أو على الكوكب أي نظام سياسي أنه يخلق أو يتحمل مسؤولية هذه الخسارات الكبيرة على مستوى العداد البشرية على مستوى تحطيم ثقافات على مستوى تحطيم اقتصاديات العالم غير قادر لهذا الأمر ولا أحد يقدر عنده استعداد يقول استب ويقيم حرب عالمية كمثال سابقا كنا نقوله كان فيه نظام قادر على يقوم بهذا الأمر ويتحرك أحد قادة العالم ويحرك حرب عالمية يقتل فيها ستين مليون إنسان ويروح بشكل طبيعي اليوم مش موجود هذا الاستعدادية للعالم أوكي هناك الخروب كثيرة تصنيع السلح كثير مستوى التنافس على الصناعات وعلى مستوى الأسلحة ومستوى الذكاء الاصطناعي كثير ولكن ما زال بيدور في نفس الحلقة وهو هيمنة الولايات المتحدة والدولار الأمريكية على الكرة الأرضية هو سيخسر وسيدفع الثمن فبيرجع بيدور بنفس الدائرة أكبر احتياطي بالدولار الأمريكي لدى الصين اللي هي المناوعة الأولى لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية يعني أنت بتحارب الفكرة وبتخدم عليها بتخدم عليها بنفس المتحدة ومش قادر تطلع بهذا الأمر فعملية الكرتون والتفاصيل والأغاني هو نتيجة التحولات على التجربة الإنسانية ونتيجة نقل المعلومات وسرعة وصول المعلومات للجميع وزي ما تحدثنا أنه أنت اليوم بتنافس الكرة الأرضية ككل ما فيه تقول لي لا ابن حارتي ولا ابن خالتي لا أنت بدك تنافس مطلوب منك اليوم عشان تتميز وتاخد حقك وتحقق ذاتك تتنافس مع ابن الولايات المتحدة الأمريكية مع ابن المتحدة الأوروبي مع ابن الصين مع كل العالم عشان تصل للمجد الشخصي أو المجد المناطقي أو المجد لدولتك أو لعائلتك بهذا الاتجاه هاي كلها تحديات وتحولات باتجاه وجه الإنسان بالعصر الحديث ومطلوب مش احنا كمان كدولة فلسطينية أو نظام سياسي صغير مهترك إلى حد ما يعاني من الانقسام تحت الاحتلال وشعب نصه مهجر أغلبه تحت الفقر مطلوب من العالم العربي هذا الأمر هو النظر بهذا الاتجاه ولكن نحن فيه أزمة محددة ويبدو غير قادرين على الخروج منها كنظام عربي أو حتى منطقة بهذا الاتجاه وأعتقد أنه احنا بالحد الأدنى المطلوب مننا فلسطينيا نحدد المسارات بالأنظمة لأولادنا وللأجيال القادمة شو المطلوب؟ نعيد التفكير بستراتيجيتنا لمواجهة الاحتلال بستراتيجيتنا بأنظمة الحكم بستراتيجيتنا للتأطير للتنظيمة والتفاصيل لأننا كتير من الناس بتطيع أن التنظيم أهم من كل البشر مش أهم من الدولة ومن النظام ومن التفاصيل عندنا كمان نظرة قاصرة أن أولادي أهم من كل رضية كلها على عينه ورأس أبوي ما في مشكلة بس بك تفهم أن أولادك بدون يعيشوا وسط هالمجتمع فإذا المجتمع هو مجموعة من الفقراء أو المشردين أو المجرمين فأنت وابنك هيكون ضحية هذا المجتمع مهما تمت فيه وصنعته وطورته وعملته فأنت لا يمكن إلا أن تنظر في نظرة شمولية لتطوير هذا المجتمع والانتقال الآمن بالأجيال القادمة وكان يعني محتاجين جيل محدد أو جيل مسؤول يتحمل المسؤولية ويقول لك الدنيا تغيرت يجب تهيئة الأجيال القادمة بما يتناسب مع العالم ومتطلباته وقدرته ومهاراته وتطوير مهاراته لا يقدر ينافس أبناء العالم على الكرة الأرضية بشكل كامل متى نصل لهذا الجيل نحن عايشين حالة صراع أجيال أجيال بالتنظمات الديمقراطية وتدعي التعددية الأمناء العمون فيها مسكين من خمسين سنة وما عنده استعداد وما أحد يترك إلا بالموت كرسي وعمليا فيه أزمة تفكير بالأساس أزمة تفكير ونظرة العامة وما أحد يعني واند دعينا أنه في عنا نظرة للمجتمع ونظرة للشمولية وللكل وأنه الرائع كافة الاختلافات والتنوع اللي موجود بداخلنا لكن بالنهاية اللي أنا بتأخذنا لأنه هو أصبح نظام حياة بالحياة العصرية والحديدة وكلام يعني أنا منخرط جدا في الكلام إحنا منسجمين لدرجة إحنا ما بدناش يكتوقف عبو تحكي إحنا عادي من نسمع مناخد معلومات كتير حلوة أنا سعيد فيكم كتير سعيد إنكم نضيف الحلقة سعيد فيك ياسمين وسامي وكافة الشباب خلف الكاميرات وكل المعدات تجربتكم وحلقاتكم شيء مختلف أتمنى منكم تستمروا برغم كل التحديات الموجودة أمامكم ورغم كل الصعوبات والوقت الكثير اللي بتستهلكوه دون أي مردود حتى معنوي اجتماعي للتفاعل بشكل أكبر والتعاطي أكثر بهذه الحلقات ولكن بعد قد أنه تجربتكم فريدة ونوعية بغطاء غزة استمروا بهذا الاتجاه اسمعوا من الجميع ووالدوا أفكار جديدة واتناولوا حلقات وقضايا جديدة لعله وعصى ونكونوا إحدى الأدوات لها التغيير فهالمجتمع ونخلق حياة أفضل للأرجال القادمة يعني والله هو يعني هاي السبب أو هاي السبب اللي خلينا نطلق هيا 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 بنا هيا منطلق هيا بنا هذا أساسا أساس تسميت فريد مش فقط كبودكاست كفريق شبابي موجود سواء كنا في التقديم أو في الإعداد أو ما وراء الكواليس كل شاب فينا في بصمته وفي حابب في رسالة تصل للشباب وللجيل الموجود وحبينا أنه إحنا نصل وإن شاء الله نصل دعمك أكيد كل الاحترام لتجربتكم أكيد موجود معكم وسعيد فيكم شكرا على الكلام العظيم وبالنهاية شكرا أنك تيجوا أستاذ محمد لأنك كنت معنا اليوم وعلى طاولة نقاش حوار بودكاست هيا كتير انبسطنا بوجودك معنا لليوم شكرا كتير سامي ياتيك العافية شكرا 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 سامي واجهة للدعوة أن أكون معكم اليوم شكرا للكم كفريق وإنكم ما تحتولي هذه الفرصة لاستحضار الذكريات للتناول بعض المتناقضات للخربطة في هالتفاصيل الصغيرة هنا وهناك صراحا حكينا في أشياء كثيرة وأنا كثير مستمدع فيكم وبفكرتكم وبالمساحة اللي بتوفروها لإلنا لحتى ما يعني دائما بنكون جديين باللقاءات أو بالحياة العامة أو بطبيعة الشغل بتوفر لنا أنه نكون جديين ورسميين اليوم لأ كنا مرحيين من غير أي تحضير بأشياء بسيطة بتقليب قضايا المجتمع وتناقضاتها شو المؤثرات شو ممكن نغير شو ممكن يكون المستقبل لإلنا إن شاء الله بكون لإلكم ولإلنا وللجميع وللأجيال القادمة بشكل أفضل وأجمل نتمنى ذلك صراحا وبالنهاية بحب أحكي لكم ويا يساعد أوقاتكم اللي جاية القادمة